بداية حرف الياء يعني أنا أعيد وأكرر وأقول كما قلت في حلقات سابقة أن المبالغة في كتابة الحرف أيًا كان هذا الحرف مبالغة في الشخصية فالشخص الذي يكتب الياء ويبالغ في السحبة فيكون أو تكون المسافة من بداية الحرف إلى نهاية الحرف مسافة كبيرة فهذا شخص يبالغ يبالغ في ماذا؟ يبالغ في ردود أفعاله يبالغ في علاقاته يبالغ حتى في ثقته بالآخرين لذلك ينصدم تجد يبالغ في العطاء يبالغ في الأخذ يبالغ حتى في الزعل إذا زعل فيزعل زعل مخيف ويرضى لضم خيف ويعطي عطاء مخيف فالمبالغ هذه لا تصلح في أي شيء أعيد فأقول راجع الحروف السابقة التي تكلمنا عنها في حلقات سابقة ونقول أن المبالغة في الحرف تدل على المبالغة في كل شيء المبالغة في هذه الشخصية فمن يكتب الياء ويبالغ في هذا الحرف يدل على شخص مبالغ مبالغ في ردود أفعاله مبالغ في كل شيء هذا أولا ثانيا حرف الياء إذا نهاية الحرف رجع على من فوق الحرف وكأنه مظلة كأنه مظلة للحرف فهذا يدل على شخص مسالم يدل على شخص كأنه يحتمي شخص مسالم حرف الياء إذا كان نهاية الحرف لم تكتمل لم تكتمل لفة العصى نفسها العصى الياء يدل على شخص غامض يدل على شخص غامض أما إذا اكتملت لفة الياء ويعني أقفلت تماما فنحن أمام شخصية كتومة كتوم جدا طيب بعضهم يجي يسوي لك الياء وينزلها التحت فتصير متقاطعة تكلمنا في حلقات سابقة أن التقاطعات في الأحرف نوعين إما إكس أو زائد الإكس يدل على العند ولكن هذا الشخص يتراجع عن عندي والزائد يدل على العند ولكن هذا الشخص لا يتراجع عن عندي خلاص الإفراس هو اللي يمشي فمن يكتب الياء ويجعلها تقاطعات فهذا الشخص عنيد جدا طيب شوفوا اللي يكتب الياء وجايبها بالشكل هذا دليل على إيش؟ دليل على أن هذا الشخص يطعن نفسه كأنه شوفوا جايب هذا وكأنه خنجر ويطعن به نفسه فالياء إذا جاءت بالشكل هذا هذا إنسان حاد على الآخرين وحاد أيضا على نفسه في حركة في الياء أظاكم تركزوا معايا فيها طبعا كثير من الأحرف اللي نتكلم فيها ما تبان معانا إلا بالمكبر إذا جبنا عدسة كبيرة وكبرنا الخط تبان معانا بعض الأشياء مثال في الياء الآن بداية الياء تكون في دائرة خفيفة جدا لا ترى بسهولة إلا بالمكبر هذه الدائرة إذا كانت في بداية الياء دائرة صغيرة تخيلوا تدل على ماذا تدل على الغيرة الغيرة سواء في الرجل أو في المرأة لكن تكثر في المرأة إجماعة الخير إذا تكلمت على صفة وقلت في المرأة في الرجل في كذا مو يعني لازم تكون مئة في المئة فيهم يعني مثلا في حرف من الأحرف تكلمت في حلقات سابقة مثلا عن حرف الها وقلت أن هذه الشخصية إذا كانت تكتب بهذا الشكل هذا الرجل مزواج مو معناته مزواج أنه معدد أو عنده حريم كثير قد يكون عنده الرغبة ولكنه من خاف سلم كما يقول المثل فليس دليل أنه لازم يكون مزواج أنه خلاص عنده عشرين مرأة عنده ثلاث لا 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 مو صحيح ولكن قد يكون عنده الدافعية وعنده الرغبة كذلك لما تكلم في حرف الياء وفي بداية الحرف هذه الدائرة قلنا تدل على الغيرة طيب نهاية الياء إذا جاء على شكل اس بالانجليزي تكلمنا فيها في حلقة سابقة وقلنا هذه تدل على الإبداع والإبداع لماذا؟ لأن هذا الحرف يدل على نوتة الموسيقى فهذا لديه حس فني لديه حس فني اللي يصغر الياء دائما تصغير الحروف يدل على الذكاء لكن إذا كان تصغير الحرف بدرجة كبيرة جدا نحن أمام شخصية معقدة نحن أمام شخصية معقدة فطريقة كتابة الياء في أي حرف سواء كانت في وسط الكلمة أو في بداية الكلمة أو في نهاية الكلمة بعضهم يصحب الياء سحبة بدون تكميل سواء الفوق أو لتحت أو لزايد فهذا يدل على شخص بسيط في التعامل لديه سيولة في الأفكار بسيط في علاقاته مع الآخرين بعكس الشخص اللي يقفلها فهنا يفرق الشخص اللي يسحب الياء سحبة قلنا دليل على سهولة في الأفكار سيولة في الأفكار سهولة في التعامل مع الآخرين لما نتكلم على الحرف كل حرف له مكانة في جسم الإنسان الياء هذا اللي نتكلم عليه في الحلقة هذه فأي مكان في جسم الإنسان في المنطقة الوسطية في المنطقة الوسطية في الأحرف هذه تدل على ماذا على المشاعر على الأحاسيس على العواطف على العلاقات أيضا على الثقة أيضا على الثقة بعضهم حرف الياء ينزل أكثر لتحت إذا نزل الياء لتحت هذا دليل على الطاقة الجسدية إذا نزل قلنا الياء هذا الأسفل دليل على الطاقة الجسدية الطاقة الجسدية ما المقصود منها أن هذا الشخص يغلب الجسد يغلب الجسد بعضهم يجي لفة الياء يعملها زي الإس نفس الياء ولكن يعملها زي حرف الإس أو يطيل العصة الأولى يطيل العصة الأولى هنا ينطبق عليه ما تكلمنا في حلقات سبقة فإطالة العصة زي حرف السين إطالة العصة في الياء دليل على العدوانية دليل على شخص عدواني إذا مد العصة أو عصة الياء فيكون يبالغ في البداية ثم بعد ذلك ينهيها بلفة بسيطة فهذا على شكل كأنه شكل مسدس لذلك حتى نعرف هذه الشخصيات يبان معنا من الأحرف إذا هذا الشخص عدواني هذا الشخص بسيط هذا الشخص مسالم هذا الشخص الذي سيول في الأفكار لا والله هذا الشخص معقد تعال جيب الأحرف تعال جيب التواقية تعال جيب خطوطهم من خلال الخط تبان لدينا جزء كبير من الشخصية ولا بد أن أنبه للجميع على أن تحليل الشخصية من خلال خط اليد والتوقيع أنه ما هو مئة في المئة تعطيك الشخصية ولكن يقول العلماء إلى درجة يصل إلى خمسة وسبعين في المئة بعضهم يقول لي لا والله بالعكس أن حللت الشخصية وطلعت معايا مئة في المئة نقول لك ممتاز لكن نتكلم كعلما هو يحلل خمسة وسبعين في المئة من الشخصية لذلك إذا أردنا أن نعرف بقية الشخصية وأن نعرف كل الأسرار نجمع الأحرف نجمع التوقيع نجمع الهوامش نجمع الميلان نجمع الضغط في الأخير تخرج لنا شخصية متكاملة لهذا الكاتب لذلك اللي يجي يقابلني في أي مكان يجي يقول لي يا بالله حلل شخصيتي وأعطيه كلام بسيط أنا أعطيك أشياء بسيطة لتعرف شخصيتك فقط لكن التحليل الدقيق حتى نعرف مكنون هذه الشخصية يحتاج أن يكتب أربع أسطر في ورقة E4 في قلم ناشف حتى نحلل جميع هذه الأحرف هذه أسرار الياء